ما تبقى من الجرائد الورقية التونسية نقول وما تبقى خطر في الأوف كنا نحكيه على أنه اليوم بيش نعملو غروفو دي بخيس للجرائد الورقية التونسية ولا حتى عندهم مواقع واللي انا بوكو ديفيكلتي وسيمة بخليف مش نوقع دمان بخيس كورين للأسف ولكن في هيدا الكل نحاول ونلقاو احنا عنوين ومواضيع تامة وينسا في قراءة لهم العنوين الصادرة في الجرائد التونسية نبدأها بجريد الصباح اللي رجعت إلى مناقشة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان وكتبت مطالبة بملاجعة الخارطة الجامعية ومكافحة الفساد في المناظرات والترقيات الموضوع اخر يهم الشأن التربية والتعليمي قالت مديرة المرحلة ابتدائية بوزارة التربية 94% من تلميذ سنة اولى مروا بسنة تحضيرية و2550 مدرسة تحتوي على فضاءات تحضيرية الشأن الاقتصادي كتبت للصباح مجالة الصرف المرتقبة خطوة ايجابية نحو دفع الاقتصاد الوطني بيت الصحافة رجعت لاستقبال رئيس الجمهوري الوزير خارجي الدولة الكويت وقالت نحو دفع التعاون الثنائي وتنويع مجالاتي والدعوة الى تنظيم منتدى الاستثمار بين رجال اعمال البلدين في صفحتها الخامسة تسألت الصحافة التشخيص والتوصيف متفق عليه كيف سيتم انقاذ المؤسسات العمومية في جاية الشروق كتبت يضمن التجريد من الممتلكات دون الحاجة الى ايدانها جزائية مسبقة مخترح قانون جديد المصادرة يثير الجدل في صحافة العربية جريت الشرق الاوسط رجعت يتوتى الاوضاع بين روسيا والغرب وكتبت واشنطن توسع مساعدتها لضرب العمق الروسي وموسكو تتأهب للرد ومخاوف من استهداف مركز القرار في كيف الاوكرانية ونخلق جريت النهار اللي كتبت حول الصراع اللبناني الاسرائيلي وقف النار تحت نيران نتنيهو شعب القاسي شعب يعاني طبعا مع خوين الفلسطينيين شعب السودين ومن بين أبرز العنوين في الصحافة الفرنسية اليوم كيماف الفي غارو، ستتأهب للهنساق في المدينة حول الصراعيين في صراعها ستتألت على عائل الى الوريان الأعلى الغرين، ستأله بالجريد من الجمه، ستأله بالجريد من المدينة ورصة في البحرية الخاصية اليوم، كتبت وزرين في مدينة وتعالية، في المدينة من قبل ويجب أن تعتقد أن تتعامل لفتح 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 لفتح. المتابع في العالم وفي العرب هو كل مدعب مجدد ذكال أستناء ينقرأ في جاردت لزيكو لنهات الإنتالجة، السيطان، السيطان، La révolution de la voix, la voix à saut, va envahir notre quotidien. Les progrès de l'intelligence artificielle générative accélèrent les cas d'usage de la distribution à la santé en passant par l'automobile. Tous les secteurs planchent sur la commande vocale. Ford supprime 4000 postes en Europe. Il n'y aura pas d'exception Ford, à l'instar de Volkswagen, Stellantis ou Nissan. Le géant américain va engager une lourde restructuration. Le constructeur a annoncé mercredi après-midi la suppression de 4000 postes en Europe d'ici fin 2027. Alternative à Swift, le projet de système de paiement des BRICS inquiète les Etats-Unis. Un haut fonctionnaire du Trésor américain s'est inquiété des risques liés à tout système qui n'adhèreraient pas aux normes internationales en matière de lutte contre les flux financiers illicites. Newspaper 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 Newspaper